أكد سعادة السيد رامي صالح وريكات العدوان سافر المملكة الأردنية الهشمية الشقيقة لدى مملكة البحرين في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد أن مملكة البحرين طالما كانت قريبة من قضايا الأمة العربية المصرية مشيرا إلى أن قمة البحرين الثالثة والثلاثين تقام في ظل وضعا جيوسياسي معقد لكن الدبلوماسية البحرينية بحكمتها واعتدالها ستنجح بالخروج من القمة بخطوات أكثر سرعة وإنجازا لما فيه مصلحة الأمة العربية الجامعة العربية تمثل الدول العربية في مختلف المحافل الدولية والقضايا المصيرية للأمة العربية كما هو الحال الآن في القضية المركزية القضية الفلسطينية فلابد أن يكون هناك موقف عربي موحد بضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين كما أن لابد من إدخال المساعدات الإنسانية للأهل إلى غزة وضرورة أن لا يتم تهجير الأشقاء الفلسطينيين واعتباره خط أحمر لا يمكن القبول به نهائيا ولكن لطالما تميزت الدبلوماسية البحرينية بالحكمة والاعتدال هذه الدبلوماسية التي رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ويسانده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الجزراء وكانت دائما البحرين قريبة إلى قضايا أمتها العربية والقضايا المصيرية فلطالما كانت فلسطين قريبة إلى السياسة البحرينية وكان الخطاب البحريني دائما يدعو إلى إقامة حل الدولتين وأن تكون فلسطين عضو كامل في الأمم المتحدة وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها فمن المأمول في القمة القادمة أن تساهم هذه الدبلوماسية الحكيمة والمتوازنة للأشقاء بالبحرين باتخاذ خطوات أكثر سرعة وإنجازا لمصلحة الأمة العربية ومصير القضايا التي تهم الأمة العربية